التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينج مجازل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي التعاون المثمر بين مصر ومنظمة الصحة العالمية حيث شرفت مصر منذ منتصف القرن الماضي باستضافة مقر المكتب الإقليمي للمنظمة الذي يدعم الأنشطة الصحية لما يزيد على 500 مليون مواطن في 22 دولة في شرق المتوسط وفي كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس منظمة الصحة العالمية أشار الرئيس السيسي إلى التعاون بين مصر والمنظمة في القضاء على فيروس الالتهاب الكبدي فيروس سي وذلك في مصر في إطار مبادرات 100 مليون صحة التي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية مبادرة غير مسبوقة مؤكدا إيمانا مصر بأهمية تضامن الصحي والتزامها الكامل بتعزيز وحماية الصحة العامة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الجيزة التي تشهد تطوير بعض المحاور الطولية والعرضية وإنشاء أخرى جديدة بإجمالية أطوال يصل إلى 200 كيلو متر وأشار الرئيس السيسي إلا أن تطوير المحاور والطرق بمحافظة الجيزة وعلى امتداد الجمهورية يأتي في إطار الحرص على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والتحقيق عوائد اقتصادية تراكمية عقدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وذلك في إطار اهتمام التنصيقية ومنقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصرية وتناولت الوشة عدة محاور منها تاريخ صدور قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته المختلفة والعوار الذي يشوب القانون الحالي وأبرز التعديلات المطلوبة إلى جانب التوصيات التي يمكن من خلالها ضمان الوصول لقانون إجراءات جنائية يحقق العدالة ويحل أزمة الحبس الاحتياطية وخرجت الوشة بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة صياغة قانون عصري جديد للإجراءات الجنائية قالت وسائل الإعلام الروسية أن محقق جهاز الأمن الاتحادي الروسي وجه رسميا تهمة التجسس لمراسل صحيفة وولل ستريت جورنال إيفان جراشكوفيتش الذي نفى الاتهامات وأكد أنه كان يمارس عمل الصحفية وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن محقق جهاز الأمن الاتحادي وجهوا الاتهام رسميا لجراشكوفيتش بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وكان الجهاز أعلن احتجاز جراشكوفيتش وفتح قضية التجسس ضد المراسل لاتهامه بجمع ما وصفه بأنه أسرار عن المجمع الصناعي العسكري الروسي قال وزير الطاقة الأوكراني جرمان جلوشانكو إن بلاده تستطيع الآن استئناف تصدير الكهرباء بعد توقف دام ستة أشهر في أعقاب نجاحها في عمليات الإصلاح بعد هجمات روسية متكررة وأوضح الوزير الأوكراني أن شبكة الكهرباء تعمل بشكل طبيعي منذ نحو شهرين وشينا إلى أن الخطوة التالية هي استئناف تصدير الكهرباء وهو ما يتيح لكييف الحصول على موارد مالية إضافية لإعادة البناء الضرورية لبنية الكهرباء التحتية التي أصابها الضمار والضرر أعلنت وزارة الدفاع الطيوانية رز ثلاث سفن حربية وثلاث عشر طائرة صينية حول الجزيرة وقالت وزارة الدفاع الطيوانية أن أربعا من الطائرات المرسودة عبرت الخط الأوسط لمضيط تايوان ودخلت الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي ويأتي ذلك عقب عودة رئيسة تايوان ساي أندوي من الولايات المتحدة قالت توكلة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا نظام أسلحة استراتيجية تحت الماء في الفترة من الرابع إلى السابع من إبريل الجاري وأوضحت توكلة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبار أثبت تماما اعتمادية نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء وقدرته الهجومية التي وصفتها بالفتاكة ورياضيا توجل فريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري المحترفين لموسم 2022-2023 بعد فوزها على زمالك بنتيجة 24-21 في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشروق بختام منافسة دورة المجمعة لنهاء البطولة وكان فريق الرجال اليد الأهلي قد تغلب على فريق ترائع الجيش بنتيجة 32-28 ثم تغلب على فريق سبورتينج بنتيجة 26-25 قبل أن يفوز على سموحة بنتيجة 33-22 ليفوز على زمالك ويحسم اللقب